اشتركوا في القناة في المرة الفاتت يا جماعة قلنا انه سيدنا سليمان عليه السلام بدى بناء بيت الله في سنة 480 لخروج شعب بن اسرائيل من مصر وبعد ما البناء تم سيدنا سليمان وقف قدام المنصة اللي بتتقدم عليها الضبايح مقابل كل جمهور بن اسرائيل وبرك على رقبته ورفع يدينه للسماء ودعا الله انه يتقبل دايما دعاه ودعاء شعب بن اسرائيل ويحرس البيت اللي تبنى عشان يذكر فيه اسمه انا برضو سمحت انه سيدنا سليمان ومعاه كل شعب بن اسرائيل بعد كده قدموا عدد كبير من الحيوانات ضحيات اضاحي يعني سموها ضحيات صحبة وقالوا هي الضحية اللي بتتقدم للتقرب ولعلاقة طيبة مع الله بالزبت ايه وكان عدد الضحايا لقدم الملك سليمان اثنين وعشرين الف من البقرة اهي ومية وعشرين الف من الغنم وافتتح معا شعب بن اسرائيل البيت الخصص لعبات الله ولانه منصة النحاسة قدام المدخل كانت صغيرة وما بتشيل العدد الكبير ده من الاضاحي المحروقة للكفارة وطلب الغفران ومعاها كمان الدقيقة المقدم لوجه الله والشحوم ضحيات الصحبة عشان كده سيدنا سليمان خصص وسط الساحة القدام بيت الله لتقديم كل الحياة ده كلام مضبوط ده كلام صح اهلم الملك سليمان تم بين بيت الله وبناء قصره وبناء كل المباني اللي كان عايز يبنيها قال له سبحانه وتعالى ظهر له مرة تانية في حلم زي ما حصل قبل كده في جبعون وقال له يا سليمان انا اسمحت دعاك وجعلت البيت اللي انت بنيته ده مقدس عشان يذكر فيه اسمي وانا هحرسه واهتم بيه دايما في حالة طاعتكم لي ولكن ان بعدت عن طريقي انت وشعبك وزريتكم وما قطعتوا احكامي وفرايض اللي لديت لكم وما شيتوا سجدتوا لآلهة اخرى وعبدتوها انا حمفيكم من ارضكم الخصصة عليكم وخليكم تكونوا عزة وعبرة لكل الشعوب التانية كمان البيت الفخمي ده اللي انا جعلته مقدس لإكرام اسمي ههجروا لدرجة انه يبقى خرابة وكل اللي بيشوفه يتحسر وينصدم ويقول لي يا الله عمل كده للبلد دي و للبيت ده وطبعا الرد حيكون لانه اهل البلد عبدوا آلهة اخرى وسجدوا ليها ونسوا المولى ربهم الاشفق على ابواتهم وطلعهم من مصر عشان كده الله غضب عليهم ونزل عليهم كل المصايب دي واما انت يا سليمان ان اتبحت طريقي زي ما سار داود ابوك بقلبي نقيه سليم واستقامة وعملت بكل ما امرتك بيه وطلعت احكامي وفرايدي انا حسبت حكمك وكمان حكم زردتك من بعدك علي شعبي بن اسرائيل وليل ابد لاني وعدت ابوك داود وقلت ليه انه الملك اللي حيحكم الشعبي ده هيكون دايما واحد من زردتك وقالوا الملك سليمان كان بيقدم عدد من الاضاحة المحروقة وكمان عدد من ضخيط الصحبة التي لا تمرات في السنة يا جماعة وبيحرق معاها البخور على المنصة ايوا الملك سليمان يا جماعة بعد ما تم بنا بيطلة والغصر بتاعه في عشرين سنة حبه كافي حليفه حيرام ملك سور ايوا صح ونادا مستشارينه يا مستشارين نعم يا سيادة الملك ايوا انا قررت انه كافي الملك حيرام لانه كان حليف مخلص لنا ومدانا بخشب الارز والسرو والدهب ايه رايكم قرارك طبعا سليم يا مولاي لكن مكافأته هتكون شنو انا هتديه عشرين قرية في منطقة القليل عشان يضمها لمملكته ذكرا منك يا مولاي من ديك الغرة دي معروفة بالاسم دا لفترة طويلة يا سلام والله كلام جميل ومتذكر فعلا يعني وزي ما قلت لكم قبل كده انتو ناس ممتازين شديد وعشان اوريك انه كلامك صاح حيرام استنكر وقال للملك سليمان دي ما نعطيك شنو دي اللي اديتنيلي يا اخوي دي ما فيها اي حاجة يا اخوي وطبعا حيرام قال الكلام دا لانه كان متوقع انه سيدنا سليمان يديه حاجة احسن من كده بكتير لانه كان ادى الملك سليمان بالاضافة لخشب الارز كمية كبيرة من الدهب كانت حوالي اربعة اطنان ولا سمحت برضو انه الملك سليمان قاله نفذ عدد من المشروعات استخدم فيها عمال السخرة والمشروعات دي كانت هي بناء بيت الله والقصر بتاعه وترميمه بتوسيع سور مدينة القدس وبناء مدن كتير للمخازن والامدادات والخيوله ومركباته اضافة لمدن حاصوره ومجده البناهم تاني وكمان جازر اللي كانت مدينة كانعانية بتبعد ثلاثين كيلو متر غرب مدينة القدس المدينة دي فرعون كان هاجمة وحرقه وكتل سكان كلهم ولما الملك سليماني زوج بيت فرعون فرعون دي أرض المدينة المدمرة دي هدية لبنته بمناسبة الزواجة صح ده كلام صح الكلام ده صح يا خلت سفية صح كلام صح مية في المية عشان كده زوجها الملك سليمان قام بناها تاني وبنى معاها من جديد بيت حرون السفلي وبعلث ومدينة تدمر في الصحراء الملك سليمان يا جماعة بنى كمان قصر لزوجته بتفرعون في انتداد القدس الجديد ورحل من القدس القديمة عشان تسكن فيه بعد كده بنى القلعة هناك وتم كل البناء اللي كان عايز يبنيه في القدس وفي لبنان وفي كل البلاد اللي كان بيحكمه وبالمناسبة كل الناس اللي استخدموا للملك سليمان في أعمال البناء كانوا من شعوب تانية غير شعب بن اسرائيل وهم أبناء الأموريين والحثيين والفرزيين والحوييين واليبوسيين النجو من الكتل والإبادة القام بيها ضدهم شعب بن اسرائيل في الماضي والملك سليمان في عهده سخروا معبيد للأعمال الشاقة لمدة طويلة وذا استمره لكذا جيل أما الرجال شعب بن اسرائيل الملك سليمان استخدموا ضباط لغيادة المركبات الحربية وفي باقي الأعمال العسكرية وكمان منهم وزراء ومستشارين وخمسمية وخمسين كانوا مشرفين على مشروعات أعمال البناء ولكن ما عملوا معبيد أبدا يعني أنا سمحت قالوا بردو اهتم بالشؤون البحرية ده كلام صح وقالوا كمان تسنع سفن في مدينة عسيون مدينة عسيون جابر اللي هي قريبة حاليا من مدينة العقبة الأردنية بالضبط يعني سحل البحر الأحمر ده كلام صح وقالوا رسل بحارته مع بحارة حيرام المتمرسين وكلهم مشوا مع بعض لي أوفيروا وجابوا منها لسليمان قالوا حوالي خمسة عشر طن من الدهب أيوة أيوة وكمية كمان قالوا كبيرة من مستلزمات الزين الغيمة عيدان الصندل ولا سمحت أنه من عيدان الصندل دي سيدنا سليمان عمل درابزين لقصره ولبيت الله ده كلام صح وعمل منها كمان آلات عود وربابات للعازفين والفنانين وعيدان الصندل دي كان ما في زوج شاف زيها وما كان في لها مثيل سيدنا سليمان الحكيم طبعا يا جماعة زي ما عرفنا كان ملك مشهور جدا وأخبار حكمته انتشرت في كل البلاد الحوله لغاية مملكة سبق وملكة سبق سمعت بعض الروايات عن الملك سليمان وفكر التسافر للقدس وتشوف بي نفسه عشان كده نادت واحد من مستشارين وسألته يا مستشار نعم مولاتي عندك أي معلومات أو حاجة مهمة عن مملكة بني إسرائيل نعم يا جلالة الملكة أنا سمعت انه ملك شعبي بني إسرائيل سليمان ملك حكيم وغني جدا أنا كمان سمعت الكثير عنه عن الحكمة اللي أداها لي والله عشان كده قررت أمشي أزوره وأمتحنه ببعض الأسئلة وأتأكد بي نفسي من صدق الكلام اللي بيقول عنه ملكة سبق سافرت ووصلت القدس ودخلت المدينة في موكب كبير جدا كانت معاها جمال شايلة العطور وكثير من الدهب ومستلزمات الزينة القيمة يا سلام وقابلت الملك سليمان وسألته عن كل الكام في باله إنها تسأل عنه الملك سليمان جاوب على كل الأسئلة بتاعته وملكة سبق شافت برضه الكثير جدا من حكمة سليمان والقصر البناه وتعجبت من التنظيم البديع اللي كان فيه مجلسه المشتشارين والمضيفين اللي كانوا متؤولين عن تقديم الخمرة وعمال السفرة وزيهم وأصناف الطعام اللي كانت دائما بتتقدم على السفرة والضحية المحروقة اللي كان بيقدم لله وملكة سبق لما شافت كل الحاجات دي أجزت واحترفت ليه بالحكمة والدراية وكل المشاهدات دي خلطت خاطب الملك سليمان وتقول ليه في الحقيقة الأخبار اللي أنا كنت سامعها عن أعمالك وحكمتك لقيتها فعلا صحيحة وبصراحة أنا ما كنت مصدقة سمعته إلا لما جيت هنا وشفت بعيني وفي الحقيقة أنا شفته هسا أكتر بكثير من السمعته عن حكمتك وغناك قبل ما أجي هنيئا لمستشارينك هنيئا لخدامينك الموجودين لخدمتك لأنهم دايما بلقوا فرصة عشان يسمعوا حكمتك تبارك المولى إلهك الرضى عنك أداك السلطة على شعب بني إسرائيل الله حب شعب بني إسرائيل للأبد عشان كده خصاهم بملك زيك إحكموا بالعدل والصلاحة خالف يا جماعة أنا الليلة بعبتا شوية ممكن نواصل مرة تانية إن شاء الله شكرا لأخي